كل سنة وانتوا بصحة وخير وهنا وسعادة وراحة بال رمضان كريم على كل حد بتفرج وكل حد بيشوفني وبيتابعني من اي مكان في الوطن العربي عاملين ايه يا رب تكونوا كل خير كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب العالمين مع دوام الصحة والعافية وراحة البال اللهم امين كل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم اول صحور زي ما شفتوا في العنوان ده اول صحور هعملوا في بيتي السنة اللي فاتت عملت الصحور وبعد ما عملته ما تسحرتش في البيت نزلت تسحرت برا انا وعلي فدي اول مرة هنتسحر مع بعض في بيتنا بقى يعني اول صحور هنتسحره في اول رمضان مع بعض لان السنة اللي فاتت مش دايما تسحرنا مع بعض موعيد شغل علي برضو كانت بالليل فكان مش دايما بتسحر معايا فده اول صحور في رمضان اول يوم يعني نتسحر مع بعض سوى فأنا قلت هعمل كل حاجة عملت الفول دمسته السنة اللي فاتت عملته برضو معاكو بس السنة دي برضو هعمل معاكو كل حاجة برضو من أول وجديد جبت فول كنت نقعاه من سبع ساعات ولا حاجة حطيت عليه طمط ماية وجزراية وبصلاية وملح وكمون وشطة ونص معلقة كركم ونص كباية عطس وسبته يغلي مع نفسه خالص على نار هادية دمسته تقريبا حوالي ثلاث ساعات أو أربع ساعات على نار هادية خالص شمعة وهو منقوع بيبقى أحسن فويده أكتر مش عارفة بحس إنه هو بيبقى أحسن يعني دي طرقتي ليه أكيد في كزا حد عنده طريقة تانية ليه بس دي طرقتي كمان هنعمل زبادي إن شاء الله طبعا أنا بدأ متأخر جدا يعني أنا بدأ بعمل السحور الساعة عشراء فالزبادي مش هيلحق يتعامل لحد الفترة هيبقى لسه محتاج شوية كمان فأنا قلت هعمل الزبادي ده واسيبه في التلاجة حد بكرة وأنا كده كده عندي زبادي كنت أجابها منها أكبر فعايز أخلصها بصراحة فقلت هسيب الزبادي ده لبكرة يتقل أكتر ويجمد أكتر جبت اللبن وخلطت عليه كيلو اللبن حطيت عليه كبات زبادي بلدي صغيرة واللبن بلدي وحطيته في الكبايات وكنت مولى على الفرن فحطيته على على يعني طفيت الفرن وهي دافية كده حطيته حطيت الكبايات جواها مش عارفة أنا نعمت لخبطة ومش عارفة أتكلم بصراحة بس ما علينا واسبته كده في الفرن دافي جوا الكبايات طبعا اللبن وأنا بحط فيه الزبادي زي ما احنا عارفين يبقى زي دمعة العين كده دافي خالص مش سخنة مفوش أي سخونة عشان ما يبصش ومش هيبقى زبادي كنت عايز اشتري جهاز بتاع صنع الزبادي ده بس ان شاء الله هجيبه خلال رمضان بإذن الله وأنا تحت البيت لقيت الرجل بتاع البطيخ فانعارفة أن البطيخ لسه طالع طبعا مش حلو بس قلت هجيبه واحدة برضو كده ايه كتغيير من أنواع الفكهة وكمان أنا كنت عايزة عايزة كل بطيخ يعني فقلت هجيبها وكده طلعت على فكرة مسكرة والله هي مش حمرة الحمارة المطلوب طبعا بس مسكرة طلعت بقى أنا بحب أعمل البطيخ وأنا بعمله أطلع كل البزر منه معرفش ليه طبعا 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 نسيت أقول لكم آآ تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس كمان تروحوا تشوفوا الفيديو اللي أحلام من أزلها سيب لكم لينك في قناتها فأول كومنت تتفرجوا فيديو جامد جدا 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 انا هجيبكو جدا ان شاء الله آآ بدأت كده قطع في البطيخة كتبولي بقى انتوا تسحرتوا ايه أول يوم رمضان الفيديو ده هنزل لكم أول يوم رمضان فعلا بجد مش انا كان نفس نزله لكم يوم الصحور بالليل بس طبعا على ما تسحرنا وكده آآ كان الفجر ازل فمرضيتش هتقل عليكو يعني فقلت خلص هنزله لكم النهاردة اللي هو اول يوم رمضان كل سنة وانتوا طيبين اكتبوا لي بقى هتفتروا ايه وتسحرتوا ايه يعني زبطوا كده كومنتات عايز اشوف كومنتات كل حلوة وتبعا هتخش وتقولولي كل سنة وانا طيبة وتقولولي يا ربنا يخليك يا لبنا الامر في حياتنا اكتر واكتر قطعت كده البطيخة كلها وشلت كل البزرة منها انا غسلها كويس وغسلها رخامة وغسلها كل حاجة عشان لو في حاجة واقعتها الرخامة يعني انا منضفها كل حاجة آآ بلما بقى كل حاجة كده في الحود كده خلصتها وشلت البزرة خالص منها وقطعتها مكعبات واسبها تسقع في التلاجة وهلما بقى كل الحاجات دي وارجع كل حاجة مكانها وارمي القشر في الزبال آآ كان عندي برضو فراولة فقلت هعمل عصير فراولة نشربه برضو كده في في الصحور الواحد طبعا اول يوم صحور واول يوم في طرف رمضان بيبقى عايز يعمل الدنيا كلها يعني عايز يعمل كل الاكل اللي في الدنيا وكل الشرب اللي في الدنيا حطيت الفراولة ده كيلو فراولة آآ حطيت عليها السكر والمية وهضربها وحطهم في ازازة واسبهم آآ نشربهم بقى في الصحور او ما بين الواقتي اللي انا بعمل فيه الاكل لحد الصحور يعني معلش يا جماعة والله العظيم انا لسه تعبينة ولسه سدري وجاني ومش قادرة تنفس فمعالش يا سامحوني آآ خطي العصير كده احطه في الازازة الازاز دي واللي هتبقى في الشفشاء ده انا احطه النفسي في كوباية يشربه السطوح فطرها تعمه جميل قوي والله عشان انا شطرة عشان انا ست بيت مكتهدة ومدبرة آآ هنعمل ايه بقى عملنا الفول ودمسناه هنقشر بقى بطاطس عشان نعمل آآ بطاطس محمرة انا قلت هعمل بطاطس محمرة والفول ما تدمس وعندي جبنة هعمل جبنة بالطماطم آآ مش خليها علي جيب لي اي حاجة معاني وهو جاي غير العيش انا كمان جاي باعش من الفرن الفينو اللي هو شبه الشامي ده بس ادخن شوية مش عارف اسمه ايه بصراحة آآ فخلي علي هو جاي معاي جيب لي عجينة طعمية انا عندي طعمية في الفريزر اللي هي كنت جايبها جاهزة بتاعت بسمة بس قلت مش اعملها النهاردة بصراحة يعني لو طلعت مش حلوة مزعلش يعني اول يوم سحور ده بتبقي عايزة تعملي كل حاجة وطبعا اول يوم سحور ده اللي هو يوم واحدة اربعة ده كان عيد ميلادي كل سنة وانا طيبة خشوا بكتبوا لي في الكومنتات كل سنة وانا طيبة عشان عيد ميلادي لقد اتممت عامي التاسع والعشرون اه كبرت اوي 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 بس يلا مش مهم اه طبعا يا جماعة فرحة رمضان اه فرحة مختلفة عن اي يوم في السنة اول يوم في رمضان ده بيبقى لي فرحة كبيرة انا علقت الزينة كانت عندي بالسنة اللي فاتت لما نازل فيديو ان شاء الله المرة جاية هوريكو هوريكو شكل الزينة عامل ازاي انا جبت هنا بتنجان كان عندي كنت جايبة من كنت اخدا من عند ماما لقيتها جايبة بتنجان رومي كتير فاخدت منها اتنين انا في الطبيعة الصراحة ما بشترش بتنجان قويع لان علي ما بيحبوش فما مش ما بيحبوش بس ما مش تقلي علي بص الفول عامل ازاي انا طبعا زودت ميا كزا مرة اه كل الميا اللي بزودها سخنة ما ينفعش احط ميا برده عشان ما تغمقش لون الفول انا حط له كركم وحط له كل حاجة وحط العدس فعايزة يطلع لونه اصفر وحلو اه سبت البتنجان وقشرت له توم عشان اعمل بابا غنوج انا بموت في البابا بموت في البابا غنوج اه قطعت كده طماطماية على نص خيارة واعمل اه جبنة بالطماطم حاولت انا كنت اعمل بيت بالبصر موحاجات مقلية وكده وبعد كده قلت لأ مش عايزة تقل عشان اه الواحد ما يعطاش يعني ولو ان الواحد عطشان من اولها ربنا يا ربي يتقبل صيامنا جميعا ويجعر في مزان حسنتنا ان شاء الله اه وصيامنا جميعا وصلاة تكون مقبولة عند ربنا بازن الله كل سنة وانتوا في احسن حالة واحسن صحة يا رب اه وان شاء الله رمضان يكون كريم علينا وعلى امة المسلمين جميع على اللهم امين حطت بقى هنا شوية زيت زتون طبعا انتوا اشتكتولي ان انا بحط الزيت عادي المرة اللي فتت لما كنت بحضر فطار لأ انا ست بيت شطرة لازم احط زيت زتون اه قطعت كده تماطم وخيار وكمان حطت عليهم زيت زتون هقلب بقى كويس ونضف بقى كده الدونية حواليا وكده الجمناة جاهزة بعد كده آآ خدت البتنجان هقشر بقى البتنجان كل القشر اللي عليه ده الفول خلاص كان بقى استوى وانا طفيت عليه وهبدأ بقى اقشر البتنجان عشان اجهز البابا غنوك آآ جبت كده من هذه الفراشتها واحط فوق البتنجان اشرت بقى كل حاجة عايز اقشر القشر ده ما يبقاش لازق في البتنجان عشان ما يبقاش جوه محاروق وكده فكنت بطلع بقى البتنجان سندته على المنديل ده وشلت كل القشر لانه كان لسه سخن جدا لو كنت بقى جاهز خلاص عشان هناكل فكنت عايزة على الاكل يفضل سخن بصوا شلت كل القشر القسود اهو البتنجان التانية بقى مش هغلط نفس الغلطة مش هقطحها من فوق همسكها من فوق من الجزء الاخضر عشان ما اخدش بصوا عملتها ازاي عشان القشر القسود ده ما يجيش فيها هشيل بقى كل القشر ده كده زي ما انتم شايفين وانظف كويس اهو بيطلع طحفة وجميل انا كنت ممكن اشتري على فكرة ببقى اغنوك باتنين جنيه من المطعم او بتلاتة جنيه سانا قلت لها انا عامله في البيت عشان عايزة كل حاجة ابقى انا عاملها بايدي يعني طلع طعم وطحفة برضو جربوا الطريقة دي وقولولي على فكرة فرحت اوي كزا حد كان كاتبلي ان هو جرب وصفة من مواصفاتي وطلعت جميلة سينكيو يا ولاد هدوس بقى هدوس ههرس البتنجان بالشوكا كويس اوي 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 في رأس بيت اضربه في الخلاطة انا ساعد بعمل كده بس انا النهاردة كنت عايز اعمله يبقى قطع كده يعني بقى حاسة بتعمه هنا الطوم فصين طوم هرستهم اه وحبة زيت هحط كمان شوية ملح وهحط اه كمون وكزبرة وشوية شطة وشوية فلفل اسود تبلي بالتوابل اللي انت بتحبيها يعني عايزة تحطي كمون بس حطي اللي انت عاوزها بس انا بوريكم انا بعمله ازاي وانتوا اعملوا براحتكم حطت بقى طحينة وخل وحط بقى بتاعي فوق فوق الخلطة دي بصوها وربع كباية زبادي او شفتو طحينة والزبادي مع الزيت مع كل المكونات دي ونص سلمونة وهحط البتنجة عليه وقلب بس ده كده البوبا غنوك دي طريقته اه هقلب بقى كويس انا حطيتهم في العلبة دي عشان لما ناكل اكد هتبقى مننا لان احنا اكد مش ناكل كل الكمية دي بالنسبة لنا هي كتيرة يعني فهغطيها بالغطة بتاحا ناكل منها وبعد ما ناكل اسبها في الغطة بتاحا اه كالنا كلها خير وبركة كده حمل البطاطس بتاعتي وسلقت بتين كنت عمل بيت بالبسترمة بس قلت لأ مش عمل بيت بالبسترمة عشان ما نعتش كده من اول يوم اه حمرت البطاطس جاي زي جاي زي ما انتم شايفين وهطلحها من التاسا وابدأ بقى لطعمية ويقشر البيض وفنش بقى عشان كده نخلص الصحور. كان فضل تقريبا هنا حوالي نص ساعة او ساعة لربع على على الازين ان هو يقزن. طلعت كده البطاطس. بصوا هحط هنا ايه? هقلي الطعمية. حلش يا جامعة والله مش مركزة منمتش كويس وعايز انام الصراحة. بس قلت لأ لازم اخلص الفيديو عشان نلحق نزله لكم بجد يعني عشان ما تزعلوش. مش عارف انتوا اعرف انتوا مش هتزعلو بس هلا بقول لكم ما تزعلوش. جبت في الطبق الصغير الابيض ده. آآ سمسم وكزبرة. حبة سمسم وحبة كزبرة. وبقيت اخد كده زي ما انتم شايفين واقل الطعمية. طبعا الطعمية مقالية في البيت احلى بكتير وانضف طبعا. بس انا بحب بتاعت المطعم اكتر. بصوا اقل كده الطعمية. وحمرها كده زي ما انا عايزة. آآ دول بتلاتة جنيه عجين الطعمية. انا قلت لعليها بتلاتة جنيه بالزبط. عشان بس ما يتبقاش عندي والله العظيم حتى اتبقى. يعني احنا كاننا من من القراص دي كلها اللهم بصوا دول ثمان اقراص. كاننا منهم اتنين. اخليهم بقى بكرة اديهم وش زيت تاني ونتصحر بيهم. ما انا مش هارميهم اكيد. اه الطعمية هي. وهعمل بقى ايه? انا كده خلص كده خلصت كل الاكل. وحطته في السرية. هبدأ بقى ايه? اعمل تدبيلة للفول. او حوج الفول. حط التحينة. نص لامونة كده حلوة. وبقلب برضو ايدي في الطعمية عشان ما نسهاش تتحرق. وحط شوية ملح. وحبة كمون وحبة شطة ملحة هوا. على فكرة يا جماعة والله العظيم الفول طلع تحفة 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 تحفة. بس وهحط بقى شوية الزيت. وهجيب الفول انا الفول هرسته شوية عشان علي ما بيحبش الفول الحبة كاملة. انا ممكن اكله عادي. بس انا اكتر برضو بحب الفول مهروس اكتر. فعشان كده عملته كده زي ما انا بحبه وعلي بيحب. بس. وده كان شكل الصحور. بس كده. وزي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي للأكل. ايدي الطعمية طلعت معرمشة وراحتها تحفة تحفة تحفة. وزي الفول. وايه رصيت كل الأكل كمان في الصينية. وده الفول. الفول انا هرسته نص هرسة بالهند بلندر. عايزة تسيبه زي ما هو براحتك. عايزة هارسيه براحتك. هستعمل ايه بالتماطم براحتك. انتي حرة. هعمل معكم ان شاء الله باذن الله. آآ سلسلة فيديوهات حلوة جدا جدا لرمضان. ان شاء الله هتعجبكم. باذن الله هشارككم معايا حاجات كتير قوي في رمضان. آآ كل سنة وانتو طيبين وبالصحة والسلامة. وزي ما انتم شايفين. شكل الاكل النهائي. البيض والفول. رحيتهم تجنن. وده شكل العيش اللي انا جبته من الفرن. من فرن الفين والعيش البلدي. وبكده خلص الاكل وخلص الفيديو بتاعنا. تمنى ان الفيديو كنا عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكل سنة. وانتو بقى الف خير. باي باي. باي باي. باي.